سلام الله عليكم أعزائي تلميذ سنة رابعة متوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى بشأن فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعي جرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي سابعوا معي صفحة رقم 24 نقرأ حتى نسترخي نسترخي ونستريح لالجيري من بوبي الجزائر بلدي الجميل يماركم تلاحضوا معي أحبتي هذا le texte c'est écrit en vert يعني c'est un poème هذا يعني نس مكسوب على شكل أبيت شعريا وهو عبارة عن أسيدا لالجيري من بوبي الجزائر بلدي الجميل يعني أتذكروا تلك الليلة التي كانت فيها الرعود ومحطن بي أبي ومي جزائر بلدي جميع الأحب جعني أمي امي أحبتي جديك أمي أحبات في دائرة وفي أحبات كانت تذهب فأمي أحبت يا ربي أو من أجل السفاري الأول هي المفضلة عندي في كل القرى الأرضية يعني الجزائر بلدي الجميل أحبك أو بلدي أحبه حتى الموت بعيدا عنك أنا أشيخ يعني أكبر في السن ولا شيء يمنعني أني أحبك يعني هنا يعني يتحدث على المواقع اللي في الجزائر المشمسة وكذلك على جبالها وذخرفتها ويقولوا أنه لن ينساها أبدا يعني جامعي جنو تبليغي مهما كان مصيري أو مصيري الحزي وكنت وحيدا تحدث مع نفسي جي منو ينساها أبدا ويعني أحبك أو حيات الغجار أو حيات الأشخاص المتنقلين الذين ليسوا لهم موطن محدد وكنت أحبك أو حيات الغجار أحبك أو حيات الغجار وعندما أراني هذا القصيد أجد كل أمالي وحيات الأشخاص المتنقلين يعني هذا الجزء رحو مكرر هنا. هاد القصيدة او هاد البويند الكاتب بتاعه هو سليمان عزام لاجيري من بوبي احنا احبتي هذا يعني هو الكاتب او الشعر اللي كتبنا هاد القصيدة وهو يصف لنا يعني المشاعر تاعه لما غادر البلاد وهو يعني حزين ويحن للوطن اللي هي الجزائر وكذلك يصف لنا جمال البلاد ننتقل هنا احبتي للصفحة الموالية رقم 25 نحن جابوا على الاسئلة premièreما كي تاسم جزء رقم 26 مان كان حادران يوم مغادرت الكاتب كي ما شفنا احبتي في اول نصف هنا رحو يتكرنا بللي جم أرقل ستنوية دوراج انتوري دمان با مى برديند الكاتب يعني كان بجانبول الوالدينتاو يعني للي پارنتاو هم اللي كانوا معا ليلت او يوم سفاريه إبن إجابري حسكون كاتلي les parents de l'auteur étaient présents le jour de son départ voilà deuxièmement à quel moment de sa vie a-t-il quitté son pays يعني في أي مرحلة من حياته تركت بلده donc il a quitté son pays en étant jeune يعني عندما كان في سين الشاباب troisièmement regretت-il son village هل ندما على تركه لقريته oui il regrett son village يعني كي ما اشفنا في القصيدة اللي اكتبها هو راهو يتغنى بجمال المنطقة تاعه وكذلك راهو حزين بأنه عاش وحيد وذكر بأنه عاش حياة تعيسة وحزينة quatrième qu'est-ce qui le montre ما هو الشيء الذي يبين ذلك يعني شيء الذي يبين أنه ندم على ترك قريته إذن راح ينشوفو في النص لحظو معي سنكياما ميزا بار سن village كم تي لبلس كتو جسفي تاريبانس يعني بالإضافة إلى قريته أو لندع جانبان قريته ماذا أحب الكاتب أكثر من أي شيء آخر وعليل إجابتك وعليل إجابتك إذن إيلان بلوس سن في يعني هو يحب أكثر من القريته لبلدته ورح نشوف لحظو معي هنا لالجيري من بوبي جتمري جسكا لامور يعني الجزائر بلدي الجميل أحبك حتى الموت كذلك لحنا كماركوم تفو مكتوبة جامي جنة بلغير يعني أبدا لن أنساك يعني هذا كامل يبيننا حب الكاتب للوطنه نواصل هنا أحباتي بقنا هذا العنصر الأخير important à dire آترافر cette chanson l'auteur سليمان عزام montre un profond تاتشمان آسان ناتال لالجيري إيبراف تشبه ce même sentiment دفير تهالي غير دفير دي pourquoi مخلال هذه الورنية أو هذه القصيدة الكاتب سليمان عزام يبين لنا ارتباط أو تعلق عميق ببلده الأصلي أو بلد ميلاده الجزائر هل يعني هذا السؤال مجهلكم هل لكم أو تحسون بنفس الإحساس يعني إحساس لفيرتي اللي هي الافتخار يعني على قاعد طمبي يعني بالنسبة لبلدك عفوا الجزائر وقل لماذا هذا السؤال أحباتي مجهريكم سنعطيكم يعني بداية ليه كيف اشتبدو ومبعد انتم كل واحد يدير يعني يعني يمد رأيوه وعلى ش يحس بهذا الافتخار وش يحس يعني الافتخار ومجه وهي الأرض التي ولدت عليها وهي أصل أجداد إذن هذه مقدمة أحبتي ممكن أنكم تعتمدوها حاولوا فقط تضيفو لها بعض الإضافات يعني كل تلمي يدير إضافة خاصة به حتى يعني تجتهدوا وتحاولوا في الكتابة في الأخير أحبتي راح نتعرف على هذا الشاعر والمطرب الجزائري يعني هو جزائري من منطقة القبائل يعني ولد في منطقة القبائل وتوفي في فرنسا يعني نوفي أثناء فترة الاحتلال الفرنسي وكان يتغنى ببلده الجزائر يعني كان مغترب ومنفي وكان يعني مازال عنده حنين وشوق للجزائر إذن أحبتي من فضلكم يعني حاولوا تقرأوا هذا يعني صيرة الداتية لهذا الشاعر الجزائري يعني للفائدة ونتعرف على تراثنا وكذلك نتعرف على يعني الأشخاص المثقفين في بلادنا بحيضا نكونوا أحبتي وصلنا لنحاية هذا الصفحة أترككم في رحلة الله حفظه والسلام الله عليكم اشتركوا في القناة